كالعادة 90 دقيقة نستعرض خلالها آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي بالإضافة إلى فقراتنا التي تعودتم عليها في مثل هذه الموعيد مباشرة البداية كالعادة بجديد أحوال الطقس جديد الاضطراب الجوي مع حاسي بكروش مرحبا مساء الخير ناصر مساء الخير مشاهدين الكرام زميلي ناصر بالنسبة لكمية الأمطار كانت معتبرة فعلا يعني خلال 24 ساعة الماضية منذ ليلة أمس إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال ثم تسجيل 55 مليمتر بالجزائر العاصمة 36 مليمتر بججل 22 مليمتر ببويرات 13 مليمتر بمدينة قلمة 18 مليمتر بمدينة اسكيكدا يعني أكبر نسب سجلت بالشمال ثم الشرق بالفعل زميلي ناصر أما بالنسبة لتوقع التقس اليوم الغد الأربعاء بحول الله رح نعيش خلال صبيحة الغد يعني استقرار مؤقت في التقس وهذا على المدن الغربية وكذلك الوسطى لكن الأمطار تبقى دايما تخص المدن الشرقية للوطن بالجنوب تبقى دايما الأجواء يعني غائمة جزئيا على شمال الصحراء وحتى على أقصى الجنوب وصول إلى غاية مرتفعات الأهكار والتاسيلي غير أن الثلوش تبقى دايما تخص المرتفعات الداخلية الشرقية مع الرياح تكون يوم الغد زميلي ناصر قوية نوعا ما ستصل إلى 60 كم في الساعة وهذا على أغلب السواحل الوطنية أما بالنسبة لدراجة حالة ينسجلوها لصبيحة الغد الأربعاء بحولة تبقى دايما الأجواء باردة خلالها الصبيحة لتراوح ما بين صفر درجة إلى 13 درجة بالمدن الشمالية ومن بين درجتين فقط إلى 16 درجة بالمدن الجنوبية أما بالنسبة لتوقعات التقص لظهيرة الغد بحول الله عودة تساقط الأمطار من جديد على المدن الوسطى وحتى الشرقية لكن الاستقرار المؤقت تبقى دايما نخص المدن الغربية فقط بالجنوب تبقى دايما الأجواء غائمة جسئيا على شمال الصحراء وحتى على أقصى الجنوب بوصول لغاية مرتفعة الأهقار والتاسيليزة وبرملية أيضا تبقى دايما تنشط على الجنوب الغربي وحتى تساقط الثروج تبقى دايما لخص المرتفعة الداخلية التي يصل علوها الألف متر أما بالنسبة لدرجة حر القصوى لنسجلوها لظهيرة الغد الأربعاء بحول الله تبقى دايما الأجواء باردة خلالها الظاهرة ستروح ما بين 6 درجات فقط إلى 16 درجة على أغلب المدن الشمالية وما بين 11 درجة فقط إلى 32 درجة بالمدن الجنوبية أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري سيكون البحر بداية من سواحل بنصاف نحو وهران المصدغانم سيكون بحر مضطرب وفق رياح شمالية غربية إلى غربية تروح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيباسر وجزي العاصمة بومردس بيجا ياجي جي سكيك داعنابا إلى غاية القالة سيكون بحر هائج وفق رياح شمالية غربية إلى غربية تروح سرعتها ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة هذا ما كان لدي ناصر بالنسبة لتوقعات تقصي اليوم الغد الأربعاء بحول الله فضول الفلاحين ربما يدفعنا حسيبة للتساؤل عن وضعية الجو في الأيام القليلة المقبلة بالفعل يعني زميلي الاضطراب الجوي سيستمر أما الاضطراب الجوي يعني يوم الغد خلال الصباحة يكون هناك التحسن مؤقت لكن بعد الظاهرة هناك أمطار يعني تكون معتبرة إن شاء الله تستمر الأمطار في التساقط إلى غاية يوم الجمعة القادم بحول الله لنشهد يعني التحسن سيكون مؤقت يعني أجواء تكون مشميسة ربيعية نوعا ما يعني الأجواء تكون مشميسة بداية يومي السبت والأحد بحول الله شكرا لك حسيبة لكل هذه المعلومات كل الخير نتمنى لكل الجزائريين خاصة الفلاحين ليتطوقون مثل هذه الاضطرابات الرجوية التي تكون مصحوبة بالخير طبعا